السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحم بكم مع ال... بعد رحت... خيرا جات الحمد لله يرحمكم والله ايوه يهديكم ويصلح بالكم بارك الله فيكم زين تعالوا خلينا نتكلم اليوم عن موضوع العطصة حلقة اليوم عارف ناس عطصتهم مثل البركان وناس ما هتدينهم اعتصوا اصلا وناس يسبحون كذا اعتصوا جدامك وناس عطصتهم مكررة يعني لازم عطصتين ثلاث وهكذا وكلهم ما يعرفون العطصة من وين وشلون تصير وايش فايداتها واليوم راح نقدم لكم المعلومة اللي تفيدكم عن العطصة يرحمك الله انا العطصة عند العطص بتتراوح سرعة الهواء تقريبا الى حوالي مية وستين كيلو متر في الساعة وهي تنقل الهواء ما بين الجهاز التنفس السوفلي الى الخارج في هاي السرعة الرهيبة كل شيء بينضف من القصب الهوائية ومن الشعب الهوائية ومن الجهاز التنفس السوفلي والعلمي هو لا يتوقف القلب ولكن يتوقف سريان الدم الى القلب العطصة فايدتها مهمة تماما وهي تنظيف الجهاز التنفسي عموما بتحدث نتيجة تهيج الجهاز التنفسي العلوي في خطأ او في خطر من ان الواحد يكتم العطصة وهي لانك بتزيد الضغط في كل الاحشاء من هالصدر طبعا فلو كتمت العطصة لازم الضغطها يروح مكان فممكن يفجر بعض الاوعية الدموية ممكن يعمل مثلا يساعد في حدوث فتاء في مكان ما في جسمك فلا احد يعني يفترض انه يكتم العطصة هذا الشيء غير قيد علاقة العطصة بالزكام هي تهيج في الجهاز التنفس العلوي جهاز التنفس العلوي هو اي شيء ما فوق الحنجرة بما فيهم الانف والجوب الانفية فهي زكام فبيحصل واحد عطص كثير لانه بيكون جهاز التنفس العلوي متهيج في الختام نحمد الله سبحانه وتعالى على الصحة وعلى النعم اللي ما نحس فيها وهذه النعم اللي ما نحصيها تحتاج منها الى شكر يعني نعمة العطصة نعمة كبيرة من باب شكر النعمة تبرع لكثير من المحتاجين للخدمات الصحية وفي قطر الخيرية ابواب خاصة للرعاية الصحية ساهموا فيها من اجل شكر الله سبحانه وتعالى على الصحة والعافية وما تشوفوا ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته